يفم اميشن امسيب برهنب سايس وتهديلهم كارت كاربيران توتالي نغجي بقيمة خمسمية دينار التراجوس اللي عملت توقات اسيرانس بحضور عد المنفذ ذو المرة هذية باليد البريئة متاع العقد مراد الزغيدي خرجتنا الريبح واذا كان نقوله مراد الريبح منا جمش واضحة الايجابة اللي مستنس نسألكم عليها راجل ولا مرأة مراد شي طلع في العاد بارعا مراد شي طلع في الاخر برومانسيتو الفرنسوية وكذا شي نجم يطلع اذا كنا مورد رومانسي منا شنو انت شنو انت واضح من انت عرف شنفرة انت شنو انت يواضحك برومانسيته وبيديه البريئة متلجم تكون اسم كان ناديا ناديا صباح الخير صباح الخير خوي يا مرحباب ناديا يا عيشك يا عيشك ناديا رتال منين تحكي معنا ناديا من بومهل اه بومهل شي خاش تعمل في الدنيا يا ناديا والله ناديا اكس بنكاجية ما تولد فلاحة اوه هاو الصحيح او الصحيح وكيفية الواحد يتحول من بنكاجي الى فلاح بربي والله شو قالك غرام غرام اه قريت الفلاحة ولا غرام مبرى والله لي ما قريتش الفلاحة هنا كي تكونوا ميجيسيان من بعد عمل صغماشيان بتاع فلاحة عمل صغماشيان سبيرة عمل صغماشيان حل هذا الصحيح والوالد خلينا للعراضي الله يرحم شديك فلاح الله يرحمه كهو ايوه شي اخو عمل الجو شي اعمل كيف ملا في تربية نحل الاختصاص ولا شنوه والله كل شي عن البرقدان عن الخوخ عن العنب دونك طول تبك الخدمة بتاعنا للخوخ والعنب غاطة مع انت في الخدمة شهر دي ما شهر افريد وميو معارسة ناديا ولا ولا بكش معارسة معارسة اكا كل موراد اختارة معارسة ايوه قالتلي كل مورادة كيف اعرفت الي هو موراد الي يسل كيف اعرفت الي موراد الي يسل بانكزية تعرفوا حب الصورة تعرفوا حب الصورة طبعا وفلاح وقتيل وبوركديل وتربية الحل موراد عمل برلينجو ساي معارسة يا موراد معارسة رب يفضل لك المسيون وربي هنيك يا مدام سبح الفلة والحاجة اللي ناديا الزراعة دي بيو ولا نعرف اللي بيو التيم صعيب او كمد اسبع كي مضمض كي مضمض يالي ناديا بد الموضوع ولا زعم زعم بيسل على الزراعة بيو ولا كيو ولا سيو مو بس نعرف او مش كنتو كيري عمل لي بربي يا سلام معارسة او اللي معارسة او اللي معارسة او اللي حتين عالي شبخة او اللي ايه 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 ممتاز يلزمني نعمل للمونيتة بيسير خطر يلزب باروبليغاسيون شويه مونيت وفوق نحاول معمتها لنعمل حاجات او طبيعية ما اتبش ناعد بيو هنا ولا اللقبة اعطاها اللقبة بتاعه اللي او الاصول ضبط والله في بالك الحكاية هذية مدام اكتشفتها تاو عندي عام اللي اه اه تعرفت على صديقنا يعني مروين اكتشفت الحكاية كنت في بالي راهية ايه ولا نسخيلها نوع متاع حاجة ما نقولوش عليها هذيك لا وطلع لقب عائلي تونسي ايه وهو ايه 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 تحية ليك انا تعلمنا حاليك والا تعلمني يعطيك صحة لا وبرافو والله يختكلم اللعب وبغض النظر معناها انه اليوم من البنكة بعد تعمل الفورماسيون ايه هاذا النموذج راهوا اللعب ليه راهوا اليوم لبلاد والله والله ما اعتقد يقلوا قول مرة مرة انا انا نرعب كميونة ونسب السلعة راهوا ايه ايه وقفني ايه بوليسي خاطب الكميونة من عربية بسلعة كل بسلعة ايه بخير اللي بتاك تعريف مدينة بانكاجية ايه قالي مدام بانكاجية قلت له نعم بانكاجية وهدو من سيتونس بالضبط والله قلت له بانكاجية ناخد كوزي ونلبس البوت النيلاء وتلبس البوت برافو والله برافو ونمشي قلت له نخدم خدمتي برافو والله يعطيك صح يا نادية وين الارادي الارادي في مرنك والبركدان بانسيغ مازبو جلسة الله وكه الله والعسل كبه ها العسل من اجيدي العسل في مرنك ايه العسل كيفان تعديه وفي العسل اش نعمل اه الي يفرح بينا نفرح بينا اه لا سل بيو سيدا اون بلوس بيو ناخدو العنوان بعد البكالمة انسا الله هنيئا للقى تاسيرانس بك انتي ايه سورتو شخصية منها شخصية كيف كنتي وزيدا اون بلوس خمسة سنين ولا اكثر ما عملت شك رشاج ما عملت شك سيدان والحمدلله حمدولله ما نحاول ننن نطبق القوانين بالقوانين انتي اسوري فانا اجانس في اه بمهال 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 بحضة الدار بحضة الدار تبارك الله اجانس حسين بن عمار هك ها في بمهال ياتيك صحة ياتيك صحة ياتيك صحة يلا ناديا مبروك عليك على خاطرك السائق المفالية قات اسورانس عبت تفرح بيك تهديلك كارت كاربيران توتال انيرجي بقيمة خمسمية دينار مبروك عليك يلا ناديا رتيل يا باية وكل عموتي بخير وخمسمي بربي هزة تليفون وانا موش تشوف نومر ويطالع نجي بتزيري فتروكال لما تهزش اوك هزة اوك هزة اوك وانا ننسلوا على البورك دين على عسلوا بررار مرحبا بيك مرحبا بيك قات اسورانس قات اسورانس رئيس تليف الكرامة سيف الدين مخلوف بين من يعتبره انتصارا والبارح برشة رسائل متاع النخوة وانتصار وعودة سيف الدين المخلوف الى الحرية وبين من يراه تطبيقا عاديا للقانون يؤكد انو نحن نعيشوا في حالة قانونية قضائية عادية شد المدة العقوبة بتاعوا وخرج الفراج على سيف الدين مخلوف تعاليكم في المسألة حسين احيانا في الصراعات وفي حالة الاحتقانة والانقسام المجتمعي والاستقطاب الحاد ما بين زوز روايات كبرى سرديات كبرى تصبح الاحداث البسيطة حمالة لرمزيات فوق منطقة حمالة شا تشوف انت في امر حاتي معناها شخص كان عرفت في طرمسة القضاء تقييمك للتقييم معناها مسألة انو هلا هو قضايا فعلي مش فعلي ذاك الكل يصبح ثانوي فما ما صار قضايا تحكم عليه تقبل ما تقبلش بالحكم لكن تم الحكم انتهى الحكم تم الفرج عليه الا اذا كنا نحبه كانو عرفتنا عمله كما فاما سيري وان سبوب كنت فرج عليه اسمه اندرو واني كامل الربطي يزيدوه يحطوه اللوكاج اللوت عرفت يعاودها يقعد يعاود في حلقة يترنال يعني كانو هاز حاجة سيزيف طال عابط به لربطي تتعاود مسألة بسيطة كمل خرج ربي عرفت يجبر عليه ربي عاوضه ربي يتصرف معنا فيك والحمد الله عليه والحمد الله عليه ومسألة اعرفتها المهم في تونس اليوم انو التفاصيل هذي قضايا صحية حاندة اثر على الفراد ولكن راي مش في كل قضية بش نجع غذاو حالة الانقسام نحنا منقسمين تطبيعين انا بناء على الكلام هذين حاب نمشي لخلاصات سياسية حاب نسألكم كما سألنا على حالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيف مخلوف اليوم له جمهور واسع يسانده له جمهور واسع يرفضه وينتقده ويرفض وجوده حتى السياسي كحالة سياسية اليوم فالاعتمال هذي يا جماعة الخير نحب نرجع بكم العقل السياسي البارد وقتل يقيم حالة موازين القوى في المجتمع السياسي اليوم سيف مخلوف شو وضعه اليوم خاطر فما عبيت قول ليه هذو محالة من التاريخ ناس خرين يقول لك ليه بالشي اللي عايشين وتوا اي انتخابات راهو بش يكون عندو فيها بايو لا 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 حان نفهم تحاليلكم أنا نفهم تحاليلكم أنا نحب نعرف غدوة سيف مخلوف استفاد من تجربة هذية متاع 25 جويليا من ناحية المظلومية ومراكمة توراة المظلومية انت مثلا عندك صنداجات الصغار راك تشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي مقسومة بين الشامتين والرافضين اصلا وما بين البطل المعلم الراجل نقول لكم اتلاف الكرامة تحديدا كحالة سياسية تعبر على موقف مصنف على يمين اليمين في الوسط المحافظ يقول لكم الوسط المحافظ التونسي راهي خلطة لا تكاد تفرق بها بين محافظية اتلاف الكرامة ومحافظين المساندين القيس سعيد والمحافظين الموجودين في الحركات الإسلامية التقليدية اعتيولي توا سيف من خلال الحدثة بتاع الافراج عليه المستقبل السياسي اول حاجة احنا وقت دجاء اذا كان نعتبروا وانه الافراج على سيف دين مخلوف هو حدث سياسي يعني انه ثم مشكلة يعني انه اولا سورة الحاصلة هو انه القضاء اليوم مسيس نجمو ندخلو فيه تحليل وانه الافراج عن سيف دين مخلوف هو يعني شوية هكا حلين لعب باش اعتبروا شخص سياسي في كل حالات سياسي خاطروا شخص سياسي خاطروا شخص سياسي ثانيا كان غدوة تصير انتخابات اتلاف الكرامة عدد الناس اللي بشتسوطلو سيكون اقل من واحد في المية علاش؟ لانه افكار اتلاف الكرامة تقريبا وسط للحكم برنامج الرئيس الجمهورية قريب ياسر من برنامج اتلاف الكرامة وليس من الصدف انه في 2019 اتلاف الكرامة كنت اتلاف الكرامة وانه سيتوساني دو احنا كيس سعيد وليس عبد الفتح مورو اللي كان اتلاف لا لا في البرميوتور لا في البرميوتور سيكون مخلوف من عبد الفتح مورو وانه معتبرو وانه هذا كدو زيبتور نهضة بيدها قالت القيس السعيد لكن على العموم في الخلطة الفكر الرئاسي اللي فيها البعض من اليسار البعض من اليمين البعض من الشعبوية البعض من الفكر الديني جمهور اتلاف الكرامة اليوم قد وجد ظلته في قيس السعيد في تقريبا في رئيس الجمهور وبالتالي فانه اتلاف الكرامة ما قالوا هو على العموم في هذه الظرفية التقلص التام باش منقولش الاختفاء رد بالك لهنا كي تحكي بالانه وعندك حق جزء مثل التحليل انه الرئيس قيس سعيد خذيه برشة من خطاب اتلاف الكرامة بالتالي سحب البساطة اليوم اي حالة سياسية الرئيس قيس سعيد لم يتحاولها حالة حزبية يعني يكيد الناس تجمع انه مشروعه مرتبط بشخصه بشخصه اليوم اذا كان الشخص اختار انه لن يترشح في انتخابات قادمة او لسببا من الاسباب لن يكون له وجود في الريهانات السياسية القادمة هالجمهور هذية بتاع اتلاف الكرامة محمد خاف يعود وبنفس الزخم مع سيف الدين مخلوق ومع اتلاف الكرامة الجمهور المحافظة في تونس اخذ الميدات هذا اذا كان بنيت انا هذا اذا كان بنيت انا على فرضي تكنتي انه تنف الكرامة سي جمهوره اه فكو الرئيس قيس سعيد رغم نظريات اخرى انا واحد من الناس قاعد نتابع فهنا نخاف انو فما تونس سخرة لو تردو باركو راهي العركة بش تكون تقنيبية شنية مطلبيتها في اي رهان قادم شنية مطلبيتها مراجعة التاريخ مراجعة التاريخ مراجعة التاريخ مقبل الاستعمار وبدأت الاستقلال الرئيس عمله الفكر المحافظة يسكر البيب على المستويات في الميراث الرئيس عمله مس اقتصاد الريع الرئيس عمله مو عادة نوع بالخط بتاع اتلاف الكرامة تحديدا اللي هو اشنو اللي هو توا ولا في مواجهة الرئيس وفي الصدمية مع الرئيس موجود فما جمهور فما جمهور فما جمهور يبدو خلنا اسمع نجيب متكلمش ورجعلك حسين في المسألة اللي ان كنت كنت قطعي قطلي سيفيني حاجة اسماتي لف الكرامة طول فهمني عليش نجي بصحاب تفصام عندوش اشكال معلو فكر كليف كرام ها يبرمشي كيفو ميحبش بورجيب ميحبش دولة الحديثة شكو المجتمع في قامت السافر الفرنساة وانا ولا انت بربشت 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 وفي مدحف كارتاجر ما نحكو السافرش غالة اوه اي اذيك بكل امانة شو ندخل شو ندخل شو ندخل خروج سيف الدين مخلوف من السجن بين اللي قضاء مستقل وموش قضاء بساس كاميرو وجو فيه موقف سيف كان ينجم يخرج عنده مدى محاينة كان ينجم يخرج عنده قضاء اخر كان ينجم يخرج عنده قضاء اخر اللي يحكيو على التوسيات كان ينجمه خليفون برب يحير الحاير تمام مش هكا يقولوا ايه وهو في الحبس ينجم يحير له القضية دي قضاء ايه اخي مش قالوا اللي القضاء يمشي بالتعليمات هذه وجهة نظر اليوم بين بالكيشف اللي القضاء لا سلطان عليه الا القانون وضمير القضاء هذا الرجل كامل ربطيته عنده حالة صراح في قضية اخرى قضية الكولور كامل ربطيته في قضية المطار عنده صراح في اه وكل جمهوريات وزيد ليه القضية الاخرى فشو توقف معنا عليش هاتو حالة صراح هاتو حالة صراح في زيز قضايا في القضايا تاو حارو معناتها ترفع قضية اخر تايش معناتها تايش مواعد يقولك هاو صراحك العام وهو فيديو ما فاماش فيديو تاقي تاو كالدولة تحب ده الجمهولة من نجم انا يا حسين قال لك وشو مزيه هي عملتها قبل الدولة تاو ما اعاد لاعية عملتها العمر ها ما عملتها الي هي ما عملتاش لانه موقف سيف الدين مخلوف من نظام القائم من السلطة القائمة معروف واكثر راديكالية من برش العباد موقوفي معانتها مش موقوفين على رأيهم السياسيين عاودي يقول موقوف على في تقليل القضا من الجرم معانتها استسيب سيف الدين مخلوف بين الي القضا مستقل في تحيز هذا رايك مخصوص استسيب امشي المسألة السياسية نحبك تعلقوا الحديم انت من الناس اللي تقول لو كي ما حسين تلف كرام اما انتهى شكونة تلف الكرام هما يمين النهضة اللي يعتبروا النهضة خذلتهم في الفين واحدة ايش خذلتهم بمعددش قانون المصالحة قانون تحسين الثورة بالضبط فما ناس تعتبر داخل المحظين العائلة المحظة الموسعة تعتبر اللي حركة النهضة ما كانتش ثورية بالضبط امشيو هذوكم لائتلف الكرام لانه كانوا اكثر رديكالية من حركة النهضة وتحالفها مع نيدي تونس وتحالفها مع يوسف الشهد وجبل الحكومة وكلا لحكيت هذيك اليوم اقتلف الكرامة وحركة النهضة الزوزف المظلومة اذا كان بشي يرجع الجمهورة ذاك يرجع للنهضة ما يرجعش لسيف لانه سيف ما هوش مع انته مش كان هو فما رجل غنوش يردل بحير فما عديد قيدة حركة النهضة المظلومة يرجع خطاب المظلومة يرجع له انا نقول لك كتاب المظلومة ما هوش مش يمشي لانه خطاب المظلومة يقبل لاقي متجة مهيري في السبعة وثبانين في الواحدة وتسعين اقرأ الظروف لليوم حاجة اخد واحدة اخرى نجيب لانه شكول مالجمهور قيس سعيد هاوس ويلوين اليوم جمهور بلا تنظيم جمهور بلا تنظيم جمهور عنده تصورات عالش الناس مع قيس سعيد اليوم فاما مشكلة بتاع قفا مشكلة بتاع سكر فاما مشكلة البانا بخمسة الاف جيش رو في بطاش الالف فاما مش ايك بارابور لقبل كنت ناس ترد الفعل حتى في منتداء القصاد والاجتماع يقول لك اللي احتياجي شو مقص الجمهور هذاكا معناتها النهضة قاعدوا في النهضة المنظمين في حركة النهضة مباشرة النهضة المحلية والجيهوية المهيكلية الناخب بتاع حركة النهضة جمهور الناخبين بتاع حركة النهضة تخلوا على حركة النهضة جمهور الناخبين بتاع تلف الكرام تخلوا على تلف الكرام لانه يروه في قيس سعيد اللي تلف الكرامة والنهضة بعهولهم بش نخبوه هيا ما بعهولهم خطاب سياسي بش نخبوه الخطاب السياسي ذاكا اكتشفوا لهو غالط وثانيا اهم ميزات في الخطاب السياسي ذاك عملهم قيس سعيد واضح يلا خنسمع لاخبار وبعد نسمع تعليق حسين بخصوص المسألة ارجع مليح لسياقات وظروف لتشكل فيها تلف الكرامة ومن هم جمهوره جمهوره هو وين البترول وين الملح جمهوره المحتج جمهور لفقد ثيقته في الدولة وفي المؤسسات الحزبية اللي اعتبرها خانته جمهور معنا حتى المستوى الحضر معنا الوسط لحضر يمتعه وفق حتى لنتاج الانتخابات وسط حضري هو جمهور من الرياف والمحياة الشعبية اي اللحياء معنا نخلينا مش وسم اجتماعي ولكن الاحياء اللي عندها مشاكل اجتماعية كبرى جمهور من مستوى تعليمي اقل من جامعي فمشكالية زادة مطروحة في عملية التحليل والبناء هو جمهور معين عنده هذا الجمهور الغاضب كان مع النهضة في فترة ما ثم انتقل من نهضة الاتلاف الكرامة من الاتلاف الكرامة اولا مع عابير موسي من عابير موسي مشاء القيسة سعيد فهلي البساجة مع عابير موسي ما عرفتها نحكي لك جمهور الغاضب مشاء تحديدة مشاء من الناضة مشاء القيسة سعيد شوف الجمهور الغاضب بصفة عامة جمهور التلاف الكرامة منو هو مشاء القيسة سعيد لكن الجمهور الغاضب الناس اللي غاضبة تتحرك عرفتها في تارا موش في فوجه متعرض فعل اللي راه يلبيله في اجابته اللي هو يعاقب طبقة السياسية يعاقب النخبة يعاقبها معاه من يلبي طرح اتلاف الكرامة كما فصل المراد الرئيس لبي هذا الطرح عادة الاتحاد خل ما فيه صدام عادة الاعلام وتقاطعوا تخل في عادة كتابة التاريخ بما يستجيب لسردات الفلاجة بين ظفرين عادة الحديث عن الرمزية بورجيبة في تاريخ تونسي وتجريده من الهالة الققالسة يعني الرئيس هرب لهم بكل مبارات هرب بكل مبارات هذيك ولو رئيس تراجع شوية مع بورجيبة الفترة الكثيرة خطوة تالية محسوبة خطوة تالية في 22 وبعد عودة هاجم بورجيبة في 23 يرجع لبورجيبة وبشارجة هاجم بورجيبة فانو كل مدى عرفتها بمدى وجزر الاشكال الكبير انو هذا الجمهور ما يلوش على التنظيم السياسي يلوش على حالة ميزاجية تعبر عليه الجمهور الغاضب ما يمشيش ينتخب حزاب ينتخب افراد تعبر على غضب وهذا ريناه في الانتخابات 23 زادة ننسى لعننا الانتخابات 23 فهي جسم قاطع الانتخابات وعبر على انو فهم المقاطع وفهم العزوف وفهم غير المصفات لكن اعطانا التصور كامل اللي الجمهور التونسي حاليا وفق التمنظومة حاليا جمهور 25 وما بعدها ينتمير 25 مسار 25 ولا ما ينتميش تصوروا المشهد الحكم هو رئاسي لا يؤمن بلا حزاب يؤمن بلا فراد بلا فراد في الافراد الهنها سيف الدين مخلوف معطي انو الجمهور اللي الجمهور لانتخابات رئاسية في 24 بشيكون على المنافسين واضحين سعيت ما يعبر على مصار كامل بعض المنافسين قد تكون عبر موسي فاضل عبدالكيف في اسماء عدة سيكون مطروحين ما نعرفوش لا ترى لي سيف مخلوف حظ ما عندو حتى حظ وصفر حظ سيف مخلوف كان حالة نفسية فما سؤال من كبرهين ما استبتنوش المسألة السياسية المهمة في تونس في العوام الجي هو شكوم شيخه بلاس راجل غنوشي هذا هو في تحليل في علاقة بالمسألة التنظيمية بتاع منطق لاباري أو منطق راجل غنوشي مؤسس لحاجة اسم الحركة الإسلامية التونسية عندو جمهور لا حتى راجل غنوشي كشخص كشخصية سياسية عندو جمهور برابي الورثة ما يصيرش حلينا حلينا واحد به دباه به مثلا معقدة شوية معاهو نرجع للاتحاد نعملوا الدباء بدون عنوان منظر الوليسي والطبيب والحكاية هذه معناها وقتية متاع من مسألة إدارية داخل حركة النهضة في كلمة شكون تشوفوا اللي بشورث التراث وميراث وإن كان لها مستقبل الحركة الإسلامية في تونس في رأيي الشخصية ما زالت ما هيش موجود عبتي في الماكي لا عبتي في إختم على الحكاية لا نحكاية وريدها لا لا شوف خليني اسمعني اسمعني فما واحد كان يخرج حسين بشعتيك لسم بشعتيك لسم بشعتيك كسمة هني شدة عندك لسم بش نفسر لعبت اسمها فينا حسين حكاية قالك السياسة عند تونسا اليوم أشخاص بحث حتى في ذروة مضج النخبة السياسية أيامات الثمانينات ووقت اللي كانت يسار مع السلامين كل أشخاص حتى وقتها رجل غنوشي عفتيح مورو ستين الثنائي ورجل غنوشي أساس الحركة الإسلامية حمى الهمامي يسار وقوة حمى الهمامي أنه ألغى حتى الاستعراضية بتاع اليسار الوطد وكذا حمى الهمامي يسار كذا رجل غنوشي كذا في الأشخاص أنا نقول لك معنى هي قصة لعبة أشخاص ما تقوليش حسين لأنه عبتي في المكة مش هي حزب عبتي في المكة سي بالنسبة للعباد للإسلام اللي نجم يورث يهرب بالقطعية لازم يكون نجمه نسميه شيخ عبتي أنا هذا رأي تسألتني رأي معتيك رأي عندهم مغرومين بالمثال التركي أردوغان ما كان الشيخ يورث أربكين أردوغان عبتي في المكة دون لابسوليو دون لابسوليو ولا ولا علاقة ينجم يكون في التواجهة لتع أردوغان لكن بلاست رجل غنوشي في رأي ينجم يشده واحد برك هو عبسة تحمور لكن عبسة تحمور كبر يو لا هذي حاجة وثاني حاجة مقاررة تلب الجمهور أحسب روح نلعبه في الكارتة ما زيز جمهور النهلة كان يمشي ما يمشيش مع عبسة تحمور هم شو نقول لك لا تبرو بلدي أما تبدلت معادلة هذي وما عاد سيعدة عادة نفس جيل نفس جيل نفس جيل رجل غنوشي ستظهر شخصيات جديدة أشكول أشكول لي بشي يا رب قطعية قطعية جمهور الإسلاميين حاز برايك ومية كذا كان نعتبره مسار خبسة وثيين مربوط بشخص الرئيس وذهابوا سيذهب معه المسار فالنهضة رجل غنوشي رجح مخلقها حول مركزيته بنهايته تنتهي النهضة اللي نعرفوها خلينا الإسلامية حتى في جسم تنظيمي الجسم تنظيمي آخر سمع عبد الفتاح مورو المجموعة المياء اللي خرجت وعمل المجموعة الحزب في الجيل الجديد هذا شكول يسمع بيها حزب في الجيل الجديد هذا نادي فكري وثقافي هذيك محكو سيريزمون المجموعة هذيك عندها في اللوصات الشبابية الإسلامية المحافظة عندها امتداد رهيب عندها شعبية رهيبة 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 خلنا أعطي رايزة هني جي جماعة الخير نقول هذيها ونعطيك نجيب أنت تأتي رايك جماعة الخير شبكوا مغيبين الأرقام أو الإسلامي يظهر في الاستطلاعات الرأي والوحيد اللي حافظ على بلايستو في استطلاعات الرأي حللها أنت بالبساج متاع وكوزير صحة ولا غيرها ورغم الظروف هذي وخرج على الحركة هو في المجموعة المياه والحزب مجموعة المياه اللي خرجوا على الواح فما عبدالتيف المكة ذاك عليها نقول لكم تبعوا جيدا هو هذا تموحه في تقديري عبدالتيف المكة أنه يورث راشد الغنوش أسباكان أردوغان أسباكان لمثلو غنوشي واردوغان اللي مثلو عبدالتيف المكة ما معناه الحزب القديم معناه معايا الأقرب بأنه الأقرب بشيكون حزب جديد في الورثة في الورثة بشي تكون عند المجموعة الجديدة اللي يقود فيها عبدالتيف المكة سامير ديلو وعبدالحميد الجلاصل في السجن لأن المجموعة هذيك هذيك بشي تقود في تار تصور كيم عاملو أوغلو أردوغان وسيسمو دموحة داود أوغلو كان مشدش رجل غنوشي الحابس سوى لموقفكم سالي كيفه لأنه موقف عبدالتيف المكة موقف عبدالتيف المكة من إيقاف رجل غنوشي كان سالبي الجمهور النظر مزعم مية بالمية بشوفوا بجات أنا مية بالمية الجمهور النظر رجل غنوشي في العمرو ذاك في السجن موقف عبدالتيف مهوش مهوش سامير ديلو الموقف حتى في البرتاش في التواصل الاجتماعي موقف سامير البرتاش اكثر موقف عبدالطيف وانا استقربت من عبدالطيف عبدالطيف ضر في عنوان راهو كي العادة في يحدى الاذاعات حطولوا نص الكلام حتى في كلامه قال ما حقوش الدفع الشيخ ولكن انا ضد يقاف وانا معاه في الظروف هذه ولكن ما تخدرش وانتي مكش محلل وانتي مكش محلل وهذا يا والسواديزو اللي تربيت عنده المرجعية فكري اذا كان اردوغان يعتبروا مرجعي واخوه لين انت عبدالطيف المكين مع تخسر اللعبة في تشوف هذه حاسمة شكول الربح وانا جميل لا نردين البحير بالاقاف بتاعه لا 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 مهم الاغذن الاغذن رد بالك الاغذن بالاقاف بتاعه بالاقاف بتاعه نردين البحير تخلي الحمام ايه بشيخ رجب خلي الحمام نردين البحير نردين البحير داعي بتاع السياسة اوكي خلنا اسمع في قطاع مهم ودي ما يقود اللي هو قطاع قطاع المحامات ما تنسوا زادا راوش اشعاع روحاني واشعاع قائل صي عاملو نشعاع نشعاع روحاني عاملو نور دي البحيري عاملو بالمظلومية شوف اولا اعتك بالمظلومية يشبه لي ناجم يقود النهضة والنهضة بما هي عليه بعد ما تخرج منها الغنوش يشبه لي هاريك مش يقود دي مهدكي انا لا والله يبرشو لي هاريك محامل راو سادا صيفة المهنة نكمل للا صيفة المهنة في الحياة السياسية مهمة جدا ريه صيفة المهنة في الحياة السياسية مهمة ماشي معاك اما فسألك فهم حاجة عبدالتيف في المكي نور دي البحيري ورشل غنوشي في نتائج صبر الاراء حتى في جمهور النهضة وفي النهضة ويد لم يكونوا يوما يحظون بثيقة هذا الجمهور خمسة في المئة نسبة عدم رضا وعدم ثيقة كبيرة لنور دي البحيري نعم ورشل غنوشي اي او رشل جمهور النهضةوي ثيقته في جيل اخر الملاذة كمش لحكاوه عالنهضة كاستمرارها يعني عادش قاط عرفت حزب جديد الهو الحزب بتاع المكي والمجموعة ما هزوش الجمهور انجياز والعمل والعمل ما هزوش جمهور النهضة ومشيه وبقاطل النهضة مش تبقى نهضة ضعيفة من سيقودها سيكون عليل العريف اخذو لي اخذو لي وفي العليل عريض هو محل توافق الأجزاء اللي مازلت في النهضة الداخل هو محل رضاهم وتوافق بتاعهم حتى رغم انتقادتهم ليه لكن هذا الجمهور لا يثق في نور ديلي بحيري ما بعد كناخذ النهضة تتعامل بالسياسة بنوع من البراجماتية في المعارك الكبرى كمعارك السجن تخلق نوع من الهالوى القدسية حول الشخص بيشتواحد الجسم ما انتهت المعركة يرجع الجسم إلى ما كان عليه من الحال التشضي وصراع داخلي ما واحد نهض هو المعركة وفهم حاجة يا برهبك الشرطلة مش نجاوب صديقي نجيب علاش التوانسة لم يحتاجوا ثم تقرير خرج المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فسر فيها علاش التوانسة ميحتاجوش وتنبأ وخرج عنده سنة انه بيش نوصل المرحلة انه الاحتجاجات ستندثر تقريبا ليس لأن الشعب راضي ولا لأنه سيلجأ إلى الحلول الفردية والحلول الفردية ما معناه الحرقة الحرقة هي العنف والمخادرات مش مشيلك الأشكال القصوى والية في الفردية يحرق نلقى حل المشكلة أرجع هذاك لا 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 اسمع وهذا يسبق دائما مرحلة وسحيدة اللي هي مرحلة الانفجار الاجتماعي وصول إلى الحل الفرديني يسبق مراحل الانفجار الاجتماعي تحكي عن نترا اليوم السبع كريم بن عمر قريت له وليد أحمد فرشيش وليد أحمد فرشيش نترولو فورتابلو كيف كيف زادة كريم بن عمرو كريم بن عمرو كيف والله مشكلة كبيرة يلا نمشيو للإشهار ده هاللي بعده بشنو اللي نحكيو على الاتحاد كلنا الوقت في من سيريثو بناء على خبر أطلاق صراح سيف مخلوف الموفان سيدية للمحافظة في المجتمع التونسي يلا الإشهار ونرجع ونسيل الشغل في بلاغ مطول يتهم السلطة باستهدافه هرسلت منظوريه يتحدث على الوضع العام موقفش على الوضع الاقتصادي والاجتماعي متدهور فقط تحكي حتى على وضع الحريات وكانه أثر أنه يحكي على استهداف الحريات والمعتقلين اللي سبق لأمين العام الحديث عنهم واعتبر أنه المجتمع المدني المنظمات وعلى رأس الاتحاد العام تصير الشغل تتعرض لهرسلة من طرف السلطة جوب الاتحاد يا جماعة الخير يا مراد ويا حسان ويا نجيب جماعة السلطة يقولوا وش قاعد يعملوا كذا والسيدة ذا والبيروقراطية والحملات هذيك اللي نعرفوها من طرف يعني الجهات اللي يعمل الرئيس لما رمهم شراضين عليه المعارضة الأخرى اللي تحارب في الرئيس قيس سعيد زادة كيف كيف ما هي شراضي عليه البارح معناها البلاغ هذيك لم تصعفه الانتقادات حتى على مستوى الشكل تقرأ لتدوينة سيمو حمد الحام دي تعليقات سيلح ببو عجيلة وعديد رموز المعارضة اللي موجودة اليوم وسوطها عالي ضد الرئيس سعيد حتى هي تنتقد في الاتحاد كينو مرضهاش كينو مرقاتش البلاغ هذيك السميق اللي كانت تتضره ولا يقولوا حتى شنوه بلغ مطول حتى مكتوب بحرف درا شنوه كينو ميحبوا تعبيره انو الاتحاد مسك العصاف في الوسط مش يتضرر الاتحاد من مسكين العصاف في الوسط لا تراضي عليه السلطة لا راضي عليه المعارضة ام ان هذيك القوة بتاع الاتحاد حد لا يحدد لي لجندة بتاعي انا من احدد اجنتي لا يهمني لا في ضغط معارضة لا في ضغط انصار الرئيس سعيد وانا السلطة في حداته تعبيره على كشعار الاتحاد القوة السلطة في البلد شوف الاتحاد الناس تتعطمها دايما باشكالية كبره هي اشكالية ما يتوقعه هو مش ما هو الاتحاد عليه ما هو الاتحاد وهو تركيب الاتحاد والتمازج مبيل البقراطية والحركية والديناميكية اللي في وسطه تخلق لك حالة فريدة يجبك تفهمها عرفت بعد التبعات وش بارد سياسي اذاك هو الموقف وخايف لاتحاد وانتي تتقاله في مبرهات تنظيرية انا اكثر شخص اعرفتا ما نش ياسر نحب الاتحاد كشخص اما مش نقرأ المشهد السياسي نقرأها قتلك بعقلانية بما هو عليه مش بأمانية ورغباتي بما هو عليه الاتحاد ماشي في استراتيجيان تاعه منذ 25 جولة ومحافظ عليها ما تزحزحش لا نستعير كلمة ناجيب لا اعطي ديه بشي قشر الهندي الغير لانه المعارضة كذلك باعتبار حالة الضعف الوهن اللي فيها تشوف الجسم الكبير هذا هو القادر يخلق لها الزخم والدفع بشي تناجم طلقه وانتبع عرفتها كيف كيف تستفات اذا ما اعطيهاش هذا الزخم وهذا الدفع تتولي به وعليه خطر ما اخلقت لشي دينا ما كنا نحب عليها الاتحاد رفض انه يكون عرفتها الريحة التي تحطب لغيره رفض انه يقدم هدايا لأجوندات سياسية معينة لكن عنده أجوندات متاعه ما هوش معه 25 ما هوش ده 25 الاتحاد مع التصوره للمشاهد السياسي عبر عليه فسره وشرحه الاتحاد كذلك تخل في سراهه مع السلطة في استراتيجية طويلة النفس توانسى مع عمرهم يحبوا العركة ديريكت تسخين وانه مكتمشي معاي في استراتيجية والتهريني واحدة العركة حبوها ديما هاكت الجسد قدامهم وخنيفري ما كانش ما استحلهاش في السياسة رفهم احيانا كل الشي ترنش كما الجوا عندش بابنا ولا زياتيك لعبة استراتيجية قدرة على انك تناور وانفسرلك تحريك 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 والاتحاد عارك السلطة والاتحاد ماشي في عملية تهريئة السلطة خطوة بخطوة شوف مواقف الاتحاد شوف عملية التصعيد اللي قاعد يساعد فيها درجة درجة مع المحافظة على شعرة معاوية انه لا يقطع ما يقطعش قنوات يخلي ديما فهم امكانية الجبد ماشي في عملية هرأة السلطة سامي الطهري حفيظ حفيظ نور الدين تلقى عندك مجموعة كاملة تتحرك في تجانس بمواقف وقت مدروسة وقتين الخروج وقتين التصعيد وقتين التبريد وقتين نساعدوا وقتين نعطي وعرفتها كورر ووردية للرئاسة بتاعنا احنا مع الرئاسة وقتين نضربوا لحكوم وقتين نجبدوا شوف روئي معناها الاتحاد واضح تحب ولا تكره اه تعاش بك ما عاش بكش ولكن من الناس اللي منزلت تعرف تمارس السياسة ولانه ماكينة وكيوقضوا يعملوا تقييم موقف ويعملوا كلام ماهيش حكاية منطقنا بلوغة التوانسة يعرف يلعب يقدوه الشي شوف انا اللي تشاتروا ابدا لا تشاتر تحليل ابو كيفية الاتحاد يعيش في مرحلة فريدة من نوعه في تاريخه وهي وعليه ان يتأقلى معها يوميا كيفية اولا الاتحاد ما عاش عنده دور سياسي بريسك بيطلب شعبي اولا بعد على الدور اللي كان عنده مده تقريبا نجمه اقوله سبعة اثمانية سنين ثانيا الاتحاد عنده معارضة داخلية عمرها ما كانت قوية كما لفترة هذه اللي تتبنى على العموم افكار الرئيس لنكن انت في موقف تنجمك المعارضة وانت في وسطك في وسطك عندك اجسام قوية مع الحكم ثالثا ويمكن المفارقة تنسي موقف الاتحاد اليوم في القضايا الاجتماعية والاقتصادية أليا واكثر لبيرالية من موقف الرئيس تلمون الرئيس نشاء على يسار اليسار وكانتر لس اجنس دونتاشن وكفة مامل صندوق نقد لنطلوس انتي صندوق نقد انا رئيس تونس انتي تبدأ نوردين تبوبي ولا اي واحد في بلاس نوردين تبوبي او تحدك في اي بلاد في العالم اليوم احنا عنا راو ستون اكسبسيون ان پرادوك تونس رئيس ديسك دور يتقلات واسع داخلي مع الرئيس يسار موجودة وافكار الرئيس الرئيس موجود على يسار للعلم في مسألة في مسألة اصلاح الدعم الرئيس مشاء ابعد من مطالب الاتحاد اليوم عدد كبير من الناس اللي في اوساط الاعمال بريسك تتكى اكثر على الاتحاد في غياب الاتكاب بطبيعة الحال لانو الاتكاب في وضع غير قانوني تعرف العهد وفيت وسامير مجول اذك ملف كامل اليوم عدد كبير من رجال الاعمال يقول لكينا عندي تكى موت سريري عندي رئيس على العموم ما هوش متبني الاقتصاد الليبرالي فينا المو اكثر واحد يحب يحب يحافظ على مواطن الشغل في الاتحاد كيفيش انت تحب نوردين تبوبي في هذا الكل يلقى مع نوردين تبوبي يعني هو مكرهون اخاك لبطل نوردين تبوبي كيف الواحد يعمل ما يسمى لجرانتيكار دونك ما هوش فاهم روحوا يعني الاتحاد اعذروه ورون اكد لك لساميتاري ولا البقية يعرفوا شو بش يعملوا بعد جمعة وانا اعذرهم لانو وضعية تاريخية غير مسبوقة في تجربة الامر رحلوة نجيب نحنا بدنا التحليل من بين الهبط وبغرط باقي باني نطويل حكي كل شيء وما حكي حد شيء لانو بعد ما جال المعتقلين نهارة 4 ديسمبر انا في تقديري في البيان هذا الاتحاد اتراجع ومش بدش رجل غنوشي مش بدش على ايقاف رجل غنوشي احكيه في المهموتة الاتحاد ايضا تنازل على المبادرة اللي عملها مش بدش عليه حتى كلمة المبادرة اللي عملها الاتحاد نعتبروها نهاية المبادرة اذا كان هو مول المول محبطيش محكيش عليها في الذكرى هذه محكيش عليها في الذكرى معانتها اتراجع الاتحاد مخلي شعرة معاوية مع السلطة وانا نختلف مع حصيل السلطة هي اللي معاركة الاتحاد مش الاتحاد معاركة السلطة لانو الاتحاد ماذا به يلعب نفس تدور لانو من تأسيس الاتحاد عايش بعلاقته بالدولة من 25 جولية الاتحاد العلاقة ما عادش مع الدولة كامتيازت الدولة وكاذا الدولة قلصت له ما عادش ما عادش من تأسيسه لانو ديما تأسس مع الحزب العمر الدستوري من بعد مع التجمع مثال انديليع على الحوض المنجمي انديليع 2008 على الكوطاء اللي يواخذين هالنقابيين في غادي والاتحاد وقته تخلى على البشير العبيدي وعلى عدن الحاجي وقت اللي عقبه نحوهم عشر أصنين الاتحاد ديما مع هذه الدولة ديما مع هذه الدولة حتى في عبد السليم جراد الله يرحمه في 2011 ليه لاخر لحظة مزيل لاخر لحظة مزيل ويدعم في نظام بن علي وكذا الاتحاد ديما وجوده هو في علاقة مترابطة مع الدولة ومتيازة الدولة اليوم يلزم النقابين يلقوا تصور أخر العمل النقابي يلزم يلقوا تصور أخر العمل النقابي يراه التصور نجيب يقول لك الكلام ويلقوا تصور كلام تنظيري الصحيح صحيح سياسة اللغة هذه خطر الناس يتفسرها يقول لا ما تقول لو انت على ديني محمد والله يلزم تصور بالنسبة لك الاتحاد يستفور للدولة هذه الاتحاد يجب يكون ضمن الوحدة القومية الاتحاد اللي تصور بورقيبة عشية الاستقلال المكينة اللي احكيوا عليها المكينة هي الدولة المكينة الدولة المكينة هي الدولة اللي كني عارك لهم العام يعملوا قضية بل بورقيبة بن علي كذلك اي واحد في انتعال شغلة عارك القيادة النقابية يشاردهم المسئوليات يطردهم الاتحاد يرجع شد الصفور الدولة لا لا تحب هذا الانتجار في رأيك الدولة هولي اتحاد ما عندش مشكلة انا هو بالبين هذا يجال هالدولة مش عرب عيطيلي اما الدولة قتلها من عيد للكلام الحاسب رد بالك او ريان انا هو بالبين هذا بالبين هذا بالبين بتاع غورة مال اللي اتحاد الانتحاد ما عندش مشكلة خلاص سلم كاني عيت مش شي عيت معتمد ود الخطف نور دين طبو بطيب شي يزري كله غيره الاتحاد هذا رأيك وجود الاتحاد اليوم الحقيق عندي ثلاثة مقاربات مختلفة ملاحظة الشكلية ملاحظة الشكلية نجيب بتكلم ثلاثة دقائق وعشرة ثواني ما سبش ساميتاري وهذا يحسبو لهو لانه تقريبا كان ذي الخط تحليلي زي اللي هذي يا ودي عليها تعمر في الحقيقية خلينا في التحليلي خليص مع حسين حسين عنده دقيقة رأي ومشي عقب عليكم شكل مختصر وعجل حسين زوز اسقطول كل واحد شوف هل انه الوضع التاريخي مناسب للاتحاد اليوم وفي ذلل السياس وصراعه واستعداد السلطة ليه لا ولكن هذا لا يعني ان الاتحاد لم يقرأ المشهد بش تفهم قراءة المشهد الاتحاد شنيه السليب قوتو الاضرابات شوف كيفاش قاعد يلعب بالاضرابات تقلق مكره مكره هكا مش مكره لا هي تخطيط لا هي بربجة لا 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 تخطيط بربجة انت متأكدة يزال في تنسيق مش قومين والوطط اغلبية رو في الاتحاد شوف لا نوردين يقول لك لا ينقش يقول لك العشوريين هم الغلبية وخطو قيادة والاغلبية اول حاجة جزء كبير من جسم الاتحاد هو جسم عشوري بما معناه نقابي نقابي مثلا ما شكل انتماء الحزبي وفهم حتى القرب من الحزاب وبعد ما ندخلش في تفصيل في كلمتين السلطة عادت الاتحاد لان الاتحاد رفض الاستفاف خلف الرئيس فيك العركة بتاع المشيش من بدل الدستور من وقتها بدأ الصراع وبدأ العادة تدريجي القاعد يتساعد والاتحاد اختار اثنين مسألة الفساد اللي اشرت له السلطة صدقني لو كان عندها ميلة في هك طرف ريتها لقش ضد حد من قيادة نقابية رأي وشات للمحكمة وروتشد وروتحكم ما عندك تقول قيس سعيد عايت للطبوبي ما زال الاتحاد بشيكون هكاكة يعايت للطبوبي يعطيه شواء وزراء واللات ومعتمدين ويخدم لهم مصدر ما زال الاتحاد تستنيت الى الموقف في الجزائر وانا في التحليل مش نرجع لك انا زاد العنصر الجزائر رو ديما ننسي عنصر رو عنا تبور قال جملة واضحة وصريحة انا اشتغل على حوار ما بين رئي في تونس ما بين رئيسة الجمهورية والاتحاد وكل موقف جزائري وكل موقف جزائري يا نجيب قال يتم بالتنسيق بين الرئيسي والاتحاد وحسين ماشوك نجيب ماتيو الأخبار ونرجع لقية الفقرات بتاع اميشيون امبوسيبل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة